صادوه ريال مدريد بيكسب في دور الابطال بس لما توقع انه هو هيخسر طب ايه راعدكم نجرب في دور الثمانية نتوقع العكس ونشوف ايه هيحصل بعيدا عن التهريك والتوقعات فما فيش أدنى شك ان الريال كان الفريق اللي استحق السعود لدور الثمانية بمراحل لان لو المباراة الاولى كانت الند بالند فالمباراة التانية كانت في اتجاه واحد بس في اتجاه الملكي مباراة فاريس وضحت الفوارق الكبيرة ما بين الفرقتين على مستوى اللعيبة وعلى مستوى المدربين في الوقت اللي زين الدين زيدان فجئنا كلنا بتشكيلة وبخطة وبسلوب لعب أنا شخصيا ما توقعتوش فحتى وناي امري بيلعب بأحسن تشكيلة وأحسن تيك تيك فشل لان فريقه بيبتقد لأهم عنصر وهو الشخصية الشخصية اللي من غيرها مستحيل تنافس فريق بحجم الريال وبصراحة كده لقطة طارد فراتي اللي بقاله ست سنين في الفرقة وبالرغم من ان عنده 25 سنة فيعتبر واحد من اللعيبة اللي عندها خبرة كبيرة في الفرقة تعبر وتعكس كل المشاكل اللي موجودة في فرقة زي فريس سان جيرمان وكافيلة بإقالة وناي امري بس بصراحة النهاردة مش قاعد على الكورسي ده قدام الكاميرا دي عشان اتكلم على امري انا جاي عشان اتكلم على زيداني في الله بينا نخش في التفاصيل كريستيان رونالدو يحسم التقاهل ويقود الريال لدور التماجر ده عنوان بالنسبة لي نسبة التطبيل في صفر في الباية طب ليه؟ لان كريستيان رونالدو اللي في فورما سيئة جدا من بداية الموسم في الدوري مسجل في كل المباريات اللي لاعب فيها في دور الابطال لغاية دلوقت والاهم انه سجل اهم جولين في مدريد واهم جول في باريس عبقرية كريستيان وهي اللي اتكلمنا عليها في نهاية الموسم قبل اللي فات وبداية الموسم اللي فات ازاي تكون في الاساس لاعب جناح بتعتمد على السرعة والقوة البدنية الخارقة وتفهم انك لازم تطور من نفسك مع تقدمك في السن لانك مش هتقدر تقدي نفس الادوار اللي انت كنت بتعملها فتتحول لمهاجم صريح داخل التمنتاشر بيسجل اهداف حاسمة في مباريات مهمة وتبيرة من انصاف الفرص ويا ريت ما تقوليش ان الفرقة كلها بتخدم عليه لان اي مهاجم ناجح في العالم الفرقة كلها لازم تكون بتخدم عليه هو فليفو انزاجي ولا فانست الروي ولا ألان شيرر مثلا كانوا بيصنعوا كل الجوال اللي بيجيبوها دي لعيبة خلدت اسمها في تاريخ الكرة بمسيرة طويلة بتعتمد على اللمسة الاخيرة دي بس لما فليفو انزاجي جابت جولين في نهاية دور الابطال في 2007 واحد بكتفه وواحد بلمسة وعدلة من ثرو باس كاكا بقى هو بطل الميلان اللي جاب الشامفينز ليج في الفاينل وحالان كريسيانو اللي عنده 33 سنة بيحط نفسه في نفس الخانة دي من اللعيبة خانة المهاجم القناس اللي بيحسم المطش وهو ده بالزبط أصلا معنى كلمة انك تحسن ودايما قلت بالزبط الحلقة اللي فاتت مش فرق انك تجيب الجول ساعتها برقبك ولا بصدرك ولا بقفاك ولا حتى بالباتل دي نقطة مهمة قوي كنت لازم أوضحها قبل ما نتعمق في تكتيج زداني ليه ده اوبريشن كنوات بيكمفلت ليه 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 معناهم انه هم مش جاهزين بدنياً ولو مشينا على المنطق ده فده معناه ان زدان كان بيجاهز لخطة بديلة فتح ديره للمباراة من بداية الأسبوع وبعد تسعين دقيقة في حديقة الأمراء لازم ارفع القباعة لزين زدان اللي قدر يلاقي توليفة وتشكيلة وتيكتيك مثالي لمباراة فاريس مثالي بالنسبة للخصم اللي بيتقابله والبلعب اللي بتلعب فيه والنتيجة اللي انت جاي بيها من المباراة الأولى مثالي لدرجة تقنعك ان حتى لو كروس ومودريتش كانوا جاهزين فبرده ما كانش ينفع يبدأوا المباراة لانهم ما لهمش ما كان في التشكيلة المثالية دي زدان تخلى عن الاربعة اربعة اثنين اللي فيها دايمون في نص الملعب وبدأ باربعة اربعة اثنين ولكنها فلات كلياً وجود فاسكيز واسنسيو معناه انك بتلعب بجناحين واضحين جداً علمين وعلى الشمال علشان تعتمد عليهم في الاختراقات من عطرف وتوسيع الملعب والكورات العرضية وكلنا عارفين ان في الاربعة اربعة اثنين دايمون الدور دا بيقوم بيه الظاهرين كارفاخال علمين ومارسلو على الشمال اللي بيكونوا طايرين طول المطر وده كان معناه ان من الطبيعي جداً ان كارفاخال ومارسلو هيكون عندهم ادوار هجومية اقل شوية ويقدروا يركزوا اكتر في دورهم الدفاعي في تغطية المساحات اللي على الطرف اللي خطورة فريس تانجيرمان معظمها بتيجي منها وطبعاً لازم تحطي لي هنا مية خط تحت شوية تحفظ دفاعي لان كان واضح ان زيدان ما رحش فريس علشان يدافع وكارفاخال ومارسلو كانوا بيهاجموا ولكن مركزهم الطبيعي ما كانش في نص ملعب فريس سان جيرمان زي ما احنا متعودين نشوفهم وفي نص الملعب فثنائي الارتكاز كوفاستش وكاسيميرو هما ثنائي دفاعي بحث بيمتازوا بسرعة الارتداد ضد الهجمات المرتدة وبسرعة التغطية على المساحات اللي بتكون فاضية اذا كان في العمق او اذا كان على الطرف وسرعة الضغط على حامل الكرة وسرعة في اي حاجة انت عايزة وبالتالي انت كده ضمنت ان عمق الملعب اصبح مقفول وما فيهوش اي نقطة مساحة ففشلت كل محاولات الاختراك اذا كانت من ثلاثي الهجوم لما حد فيهم بيسقط عشان يستلم الكرة او من ثلاثي نص الملعب لما بيحاولوا يخترقوا من قلب الملعب وبالتالي اتجه هنا يا امري في تركيز الهجمات منع الاطراف بانطلاق بيرتشيتشي عشان يساند ديمارية ناحية الشمال وانطلاق داني ألفش عشان يساند مبابي ناحية الليمين بس طبعا زيدان كان عامل حسابه كويس وعلشان كده لما يكون عندك باسكيز واسانسيو اللي بيلعبوا على الاطراف بدل كريسيان رونالدو وجارث بيل مثلا هتضمن ان الثنائي دول هيقدوا ادوارهم الدفاعية في موساندة الازهرة ناحية الشمال بصراحة كان فيها شوية مشاكل لان مارسيلو كان بيسيب ورا فراغات كالعادة دفاعيا ومعظم خطور فريس سان جرمان جات من عندها ولكن الناحية اليمين كانت مثالية لدرجة ان باسكيز كان هو اللي بيقامل ديمارية وبرتشيتشي وكارفخال كان بيقدر ان هو يضم للعمق علشان يكون اكنه لاعب قلب دفاع الثالث ويقبل منطقة الجزاء جنب فران وراموس وفوق كل ده بقى فحتى لما بيس جي بدأوا يلجأوا لكرات عرضية من على اطراف داخل التمنتاشر لقوا فران وراموس بيشيلوا كل حاجة بدماغه يا جماعة فريس سان جرمان مبارح عملوا 23 كرة عرضية سبع منهم بس كانوا من ركنيات واثنين بس نجحوا في انهم يوصلوا للاعب من بيس جي داخل التمنتاشر يعني من 23 كرة عرضية دفاع ريال مدريد طلع 21 والفكرة ان حتى لما ديمارية امبافي كانوا بيلاقوا شوية مساحة وراء الازهرة ويروحوا واحد على واحد فراموس وفوران كانوا بيكسبوا معظم الثنيات دي لا واللي فاجهني اكتر بقى ان ايه يا جماعة ده ده منظر كلام في الكرة ده هو انا دايما بقعد اسخع نفسي وشخبط كده وفي الاخر بتشوفوا منظر زي ده والله يكون فعونكم بصراحة نقطتي انه لما يكون عندك كروس ومودريدش هتعرف ان انت تسيطر على نص الملعب وتتحكم في رتم المباراة وتمسك الكرة وتستغل الكوار الطولية اللي بيمتازوا بيها هم الاثنين عشان تلعبها على الاطراف في المتحات عند كارفخال ومارسيلو فكان طبيعي جدا اني اول ما اشوف نص ملعب فيه كوفاستش وكاسيميرو اني اقول بس كده زيدان جاي يدفع في فاريس والاتنين دول هيلعبوا في نص ملعبهم وهنشوف دفاع منطقة مع الاعتماد على السرعات والانطلاقات بتاعة العيدة الاطراف والمهجمين ولكن زي ما قلت في الاول زيدان ما كانش رايح فاريس علشان يدفع كان رايح يلعب كرة ويهاجم والمفاجأة كانت ان كوفاستش وكاسيميرو اظهروا ثقة كبيرة قوي في الاحتفاظ بالكرة واللعبة من لمسة واحدة ببطن رجلك او بوش رجلك الخارجي او حتى ساعات كمان بالكعبة عشان يساعدوا الريال ان هم يخرجوا من نص ملعبهم وينقلوا الهجمة القدام او يحركوا اللعبة من علمين للشمال فلما تضيف كل النقط دي على بعض هتكتشف ان ريال مادريد كفريق من المدرب للعيبة للجهاز الطبي لأي حد في النادي فعلا قدموا مباراة مثالية واستحقوا الصعود بنسبة 100% اما بي اس جي فبصراحة مفيش اي لازمة لان يقول اي حاجة تكتيكية عليهم من اصل لان المشكلة الاكبر عندهم ما هياش في الخطة والتكتيك يعني ده ان يقلبش مثلا عمل شوت اول معقول وجيه شوت التاني ما كان شايف قدامه ما بيعملش اي اضافة هجوبية وعمل غلطة اتسببت في الجول اللي دخل في مرماء وبعدها اضطرد منك لعيب وكانت عبان بقى وخرج كلية من المطش ومش عارف يدافع وصيب وراء شوارع فازي ما جاش في بالك مثلا ان ان انت تطلعوا وتنزل مونيق اللي نزلته المطش اللي فات مكان كفاني والنقطة اللي عايزة اصل لها هنا ان السبب المنطقي الوحيد ان قناي امري ما يبدلش داني قلبش مبارح في منتصف الشوت التاني انه خايف من المشكلة اللي داني هيعملها له برا الملعب بعد المطش وده طبعا استنتاج من عندي ولكنه مبني على المعطيات اللي شفناها ولو طلع صح وده وارد جدا فهو سبب كافي يعكس فشل المدرب رجل المباراة هو كريستيانو رونالدو اللي سجل الهدف اللي حسن بيه المباراة وقتلها اكلين بعد مطار في الجو لأ ما كريستيانو مش طبيعي فعلا ان هو بيطير ويقف في الهوى ويحطه كله بدماغه ده منظر تياجه سلفة في الصورة وهو بيبص عليه بس وهو فوق كفاية وكلا عادة متستاج تعمل سبسكرايب للقناة وتدوس على الدايرة دي علشان تشترك وتشغل زرار التنبيهات علشان توصل لك اول منازل الحلقة جديدة الحلقة اللي فاتت هتلقوها هنا اعمل لايك على يوتيوب شير على فيسبوك وتويتر كلا عادة كان معاكم عمر صحي وشوفكم الحلقة الجادة سلام يا جماعة في فرق كبير ما بين التوقع والتمني او التشجيع يعني انا مثلا لما الريال كان بيلاعب نابولي كنت بشجع وبتمنى ان نابولي هو اللي يكسب وتوقعت في نفس الوقت ان نابولي بردو هو اللي يكسب وليال هيخصر انا قدل بوزبورج فانا اكيد ما كنتش بشجع الفريل الالماني ولكني توقعت ان هو هيكسب زي ما بالضبط حصل في مطش باريس سان جيرمان وزيما النهاردة مثلا انا عايز اليوفي هو اللي يكسب ولكني توقعت ان تويتر نهام هو اللي هيصعد التوقق حاجة والتمني حاجة supp Сергane م Sol Adjust التشجيع حاجة التوقع حاجة مش هبطل عاملها على سلم صراحة بمتاعها بس كده.